الموضوع الأول أعدادكم سامير ديلو يتحدث على الانتخابات القادمة ويقول من سيتجرع على الترشح قد يجد نفسه أمام القضاء لأن تونس بعد الثورة بداية في ممارس هيئة عليا مستقلة للانتخابات من بعد لا أصبحت لا عليا لمستقلة هيئة معينة وهيئة تنفذ في البرنامج وقال الرئيس قال من سلموا للأمانة كان للوطنيين الصادق تتكلمشي واحد من الهيئة وقالوا راو أنت نهر آخر ياما بش تكون رئيس سابق ولا بش تكون متنافس وراو ما عندكش الحق تتلق قواعد اللعبة وراو تسلمها لمن ينتخبه الشعب وما عندكش حتى واحد ما لهم ما تتكلم يذن اللي يقول فيه بارك الله فيه ولكن ما عنده حد ما أنا نزال عندك شكوك أنت نتاجه من انتخابات ما تصير في 2024 أنا بالنسبة لي واضح وقلت منذ أشهر الانتخابات ما تصير في وقتها إلا وقت اللي تكون غير تنافسية إذا كان ثم مجال التنافس راو ماش بسير هذية رأيي نعنش الواقع كفيش يكون ولكن من خلال ما نشوفه من محاكمات من وضع القضاء من الإصرار لأنها تبقى هيئة معينة معنا تصوروا الهيئة هذية مش تبقى هي ومش يكون اللي عينها متنافس مش ما أقول إذن بالنسبة لي اللي بشي هز رأس وتولي راضين عليها والدي ما يقولش راني مترشح الانتخابات أصلا لأنه ربما ما يلقى روح في قضية هل تعلن رسميا ترشحك محمود لليسك؟ لا يا رفيخ رأو خليني نعتيك سكوك وهي سراتيجية باية متاعكم متاع محمود الصمت وفيك قدموا بابا الترشحات محمود بشي قدموا روح آخر لحظة آخر لحظة وقالك نحب نستنى في المناظرة يا أخويا خلي ألعب حظوظه خلي ألعب من هنا خلي ألعبوا بيه معنا إن شاء الله لا بالحق لأمور تخوف رفيخ اللي قاله سامير ديلو يقول لك اليوم معيانها الرئيس وهو بشكون المتنافسة للانتخابات ما ننجمش نقبل فكرك هذي هذا شقال سامير ديلو وقال لك اليوم أي واحد يقدم روحه رسميا للرئاسة ينجم يلقى روحه أمام القضاء فيه منطق فيه تجني محمود صور موضوع أحساس وشأك ومعنش تفاصيل لحنا لك تحبر مع خطقايق تكلم معنش تفاصيل ورور عنش الموضوع هذا في ذات ورور تاوي يلا تيليه يا رفيق تيتاوب ربيش كو بشترش على الانتخابات في ظل هالظروف هذي معنا تايا الحقيقة يزبنا نستعرفوا نه اليوم ما فماش مناخ ملائم الانتخابات حرة نزيهة وشفافة في البلد وخاصة نزيهة وشفافة يبقى هنا راوتا ومثلا فما ان شاء الله نستسمعوا سيد قضي التحقيق مش نجبدو وما نشي نحكيه عليه ولكن مش نجبدو انه فما عباد موجودة في قضية التآمر اليوم سياسيين عابير موسي موجودة اليوم في السجن كل الأصوات الأخرى اللي كانت مرشحة نوعا ما عندها بعض القضايا اللي تنجم في أي وقت تتحرك تتحرك بإرادة سياسية بفعل فعل أو بطريقة تلقائية ذي منعرفوش منحكموش على نوايه ولكن اللي ريناه في الليامات الأخرى إنو كل واحد هكا يحاول يزرسوا شوية مرشح مثلا ولا مراهن شكل مراهن على الرئيسة بستفين عابير موسيو لا يقول لك حاجة هاني حكيت تانا وكل تراولي بشي يزرسوا ولكن بفهم حتى حد ريال موسيو باستفين عابير موسيو باستفين عابير موسيو باستفين عابير موسيو غير متواطئة وتمشي الناس الكل كيف كيف يربح كيس سعيد فما حتى حد اليوم لأنه انتباع عند العباد إنو بالحق قادي نظفه في البلاد ما أنا حسب رايك لو تصير انتخابات اليوم يربح كيس سعيد يربح كيس سعيد مهما كان الناس من المنافس وما فهماش منافس قولي ما دوك ما فهماش علاش وبربي كمل لديه ما فهماش علاش نخليه إنو فما انتباع سائد إنو كل واحد ينجم يترشح اليوم على الأسف اللي موجودين اليوم على الساحة هم محسوبين في جزء منهم على العشرية الأخيرة وبالتالي ما فهم حتى حد مش ينجم يصوت لهم ولا مش مش يصوت لهم حات بو اكساجرية شوية معني هوا ديكلاراسيون تاع سامير ديله السياسية الجملة يعود فيها عنده برشة بو صحيح رايه فما مؤاخذات على ليزي معني ما هوش ليزي رايه كمان ليزي اللي عرفناها معني ها ولا اللي نتمنيوها تكون معناها بالاستقلال التام معناها فما حاجات ما يتقالوش في ليزي فما تجاوزات محمولا ما تحكي عليها ليزي مخاوف سامير ديله في محلها مخاوف بياز هو كسياسي فما مخاوف أما زي السامير ديلو يزم يراجع روحو راهو زادة الناس المواطنين فما أغلبية فما مش ريسانتي بارك فما دي صنداج قاعدين يتعملوا فما رجيت وتال منتع المنظومة الحزبية بصفة عام حزب كحزب يعملشي واحد طوا حزب الزيتونة والكارموسة ودرشنون معناها حاجة للتراث واللي تحب انتي سان مخش خابة خاطر العبيد رجيم الحزب دي جا هما كخرجوا مفورة هذو من المعارفين الكل مقررين بيه معناها ريت الميكانيزم متاع البرزيدانس الميكانيزم متاع الترشح للرئيسة معاش مستعرفين بيه قيس سعيد عندو حزب معندوش حزب كنت نحنا هنا هنا ما كنش نعرفوه بالقديق بل ما يولي رئيس معناها ستم ميكانيزم اخر ميكانيزم متاعه سافي سعيد بوتاتري شبه شوية في الميكانيزم متاعه فما النزار الشعري هوا قاعد يقوم بالحملة معناها مزيل ما هيش معنى قول فالحام دي زاده أعلنت هذيكه معنىش كون اخر معنى اللي بش يخد هذو ما فما الشخصيات اللي يمكن هي بيدها تنجم تقلق كيس سعيد ليه مش تقلقوا تنجم تترشح نحنا مش عالقلق الاقلق مني بش يجيه موش بش يجيه من قيس سعيد الاقلق بش يجيه من أنصار قيس سعيد حتى تنتوى اللي قول فالحام دي أنا نتفكر وقت اللي أعلنت هيا عالت ترشحها معنى ما عنديكش فكرة عشان الناس اشقالوا فيها معنى هفهمة زاد الشعب التونسي فهمة نسبة كبيرة يحب يواصل مع قيس سعيد ليه سنوات أخرى ما نعرفوش قديش هل هو بش يترشح مرة هو علن قيس سعيد ترشحه مزيل معنى هذيك الكل مزيل ناسي زعم يفجع من المنتظر انو يعلن ترشحه ما اعلنش واحد ما اعلنش ما تنجمش تعمل مزايدة تعليق وكيقول لك انا هالبلاد اضاية وما يسمعوش كلامي اذا قدش النسبة حاتم انت يبينك وبيروح قدش النسبة منتظر انو يترشح رئيس الجمهورية مدين موجودة نسبة لولاية ثانية تقول لي انت الاسماية الأخرى هي الوحيدة اللي قادر اليوم تترشح وي ولكن سامير ديلو يقول لك اليوم يخويا خلي اللعبها كاك انا حتى كان معنى حتى شانس ناس كل خلي المناخ خلي المناخ ديما يقعد الديمقراطي ناس كلت نجم تترشحها وهانيئا لمن سيفوز هذا كلام سامير ديلو يقولك اليوم مثلا الهيئة معينها الرئيس وهو بش يكون منافس ماذا بينا نمشيه في اثنية أخرى كلامه الهنا مثلا في جانب من المنطق ننتظر قادم الأيام والنسبة لهم طعال الانتخابات طيب بش مزالت نستنى ونحن أنا معناها منستنى بفارغ سابر قاديش بش تكون النسبة في الانتخابات الجاية متى المحلية متى ديسمبر واختي بش عليها خاتر مش مفهومة بارش عبيد زادة معناها ما يعرفوش شنا هو المغزة وكيفاش هالما يأوكين كوميونيكاسيون وبش نحاولوا نفهموها في قادم الأيام لأنه مهمة تونسي على الأقل يعرف وين ماشي ينتخب وشنو بش يعملوا اللي ينتخبوا وعلى شنو بش يحاسبوا كي ينتخبوا لأنه مور جديدة هتخمر هذي تجم تحاسبوا في مي موندا